خلاصة القول هناك مشكلة المشكلة أن التكاثر هو الذي سيكون حائلاً فيما بيننا وبين خدمة إمام زماننا وما دام هذا التكاثر أكان تكاثراً في الدنيا وشؤونها من أموال وسلطة وسمعة وشهوات أم كان تكاثراً في الغباء والصنمية والديخية وهو الأخطر أم كان انغماساً وانطماساً في الفكر الناصبي أو في القذارات التي لا أملك ألفاظاً لوصفها كقذارات المجموعة الخطابية القذرة النجسة التي تنغمس في شهواتها المحرمة إلى أبعد ما يستطيع الخيال أن يتخيله ينغمسون وينطمسون ويرتكسون في الزنا واللواط والخمور والمخدرات وفي كل ما فيه معصية وفي كل ما فيه حرام إلى أبعد الحدود وبنحو مقزز قبيح قذر إلى أبعد الحدود ويقولون من أن كل هذا عبادة هؤلاء ماذا سأقول عنه؟ هذا تكاثر في انطماس الفطرة هل أصفهم بالبهائم؟ البهائم مقدسة بالقياس لهم هل أصفهم بالغائط وسائر النجاسات؟ الغائط وسائر النجاسات هذه أمور مقدسة بالقياس لهؤلاء الأنجاس الذين يعدون أنفسهم أصحاب مقامات غيبية وينالونها باللواط والزنا ألا لعنة الله عليهم ألا لعنة الله على أسلافهم في زمان الأئمة ألا لعنة الله على الذين ماتوا منهم ألا لعنة الله على أبوابهم وأصحاب مقاماتهم ألا لعنة الله عليهم جميعا على رجالهم ونسائهم ألا لعنة الله على ظاهرهم وباطنهم هذا صنف من أصناف التكاثر الشيطاني المشكلة هنا المشكلة في التكاثر الذي يحول فيما بيننا وبين خدمة إمام زماننا هذه مشكلة الدنيا أما مشكلة الآخرة فإننا سنسأل عن النعيم قطعاً لن يكون جوابنا إهجابياً حينما يكون التكاثر قد ألهان حتى ذهبنا إلى قبورنا بداية السورة بعد البسملة حددت المشكلة ألهاكم التكاثر هذا في الدنيا وفي آخر السورة حددت المشكلة في الآخرة ثم لتسألن يومئذ عن النعيم فما هو جوابنا جوابنا سيكون نتاجاً من تكاثر جهلنا من تكاثر جهلنا المركب من تكاثر غبائنا من تكاثر ديخيتنا من تكاثر استحمارنا من تكاثر اتباعنا لهؤلاء الأغبياء من مراجع المدرسة الأصولية الذين هم أبعدوا المدارس الشيعية عن العترة الطاهرة وأقربوا المدارس الشيعية إلى النواصب وإلى سقيفة بني ساعته إنهما سقيفتان توأمان سقيفة بني ساعد وسقيفة بني طوسي توأمان توأمان ألا لعنة على السقيفتين هذا يقودني يقودني إلى سورة الطارق إلى الآية الخامسة بعد العاشرة بعد البسملة وما بعدها من الآيات إلى آخر السورة إنهم يكيدون كيدا من هم هؤلاء من هم إنهم يكيدون كيدا إنها سقيفة بني ساعدة إنها سقيفة بني طوسي إنها سقيفة حسن البنة وسيد قطب وما تفرع عنها من الأحزاب الشيعية القطبية القذرة ما تفرع عنها من أحزاب ومنظمات وميليشيات إنهم الخطابيون الأنجاس ألا لعنة الله عليهم من أولهم إلى آخرهم الجميع يكيدون كيدا ويعملون ببرنامج المكيدة الإبليسية الأصل هو البرنامج الإبليسي فهذا الإلهاء وهذا التكاثر وهذه الصنمية وهذه النجاسة الخطابية تطبيقات واضحة للبرنامج الإبليسي إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا الله يقول إنهم إبليس وأعوانه أعوانه في سقيفة بني ساعدة أعوانه في سقيفة بني طوسي أعوانه في سقيفة حسن البنى وسيد قطب في السقيفة القطبية أعوانه في سقيفة النجاسة والرجاسة والقذارة الخطابية إنهم يكيدون كيدا الله يقول وأكيد كيدا فمحل الكافرين أمهلهم رويدا من هم هؤلاء الكافرون الذين حدثتنا عنهم سورة المائدة في الآية السابعة والستين بعد البسملة من السورة يا أيها الرسول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في بيعة الغدير وإن لم تفعل فما بلغت رسالة فلا بلغت توحيدا ولا نبوة ولا قرآن ولا 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 والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين الذين كفروا ببيعة الغدير كفروا قولا وعملا سقيفة بني ساعد والذين لقلقوا قولا وكفروا عملا سقيفة بني طوس هؤلاء هم الكافرون الذين كفروا ببيعة الغدير سقيفة بني ساعد كفرت ببيعة الغدير قولا وفعلا وسقيفة بني طوس آمنت قولا وكفرت فعلا وما قيمة القول ولذا فإن إمام زماننا في رسالته إلى المفيد التي وصلت سنة أربعمية وعشرة من الناحية المقدسة إلى بغداد إلى بيت الشيخ المفيد يخاطب فيها أكثر مراجع الشيعة ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذجنح كثير منكم هذا هو الزلل ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة ونبذوا العهد المأخوذ منهم إنها بيعة الغدير نبذوها فعلا وعملا وعلما واعتقادا ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون هذا خطاب الحجة بن الحسن يوجهه إلى أكثر مراجع الشيعة هذا في سنة أربعمائة وعشرة ماذا سيقول لمراجعنا الذين ارتكسوا وذهبوا بعيدا في الضلال بنحو أكثر مما كان عليه أكثر مراجع الشيعة سنة أربعمائة وعشرة للهجرة حينما وصلت الرسالة من صاحب الأمر دائما أقول لكم مراجع النجف وكربلاء كبول البعير يزداد في الانبعاث إلى الوراء دائما يعودون إلى الوراء لا يعرفون التقدم إلى الأمام إنهم يرجعون القهقرة على أدبارهم مثل ما فعل الصحابة في المدينة يرجعون القهقرة على أدبارهم هكذا فعل مراجع الشيعة منذ بداية الغيبة الثانية وإلى يومنا هذا وهم في ازدياد في ضلالهم وجهلهم المركب وبعدهم عن إمام زمانهم واستحمارهم وتضليلهم وتثويلهم وتجهيلهم للشيعة يزدادون يوما بعد يوم هؤلاء هم الكافرون الذين تتحدث عنهم هذه الآية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمحل الكافرين أمهلهم رويدا محل الكافرين أمهلهم رويدا أي اصبر عليهم اصبر على كيدهم فمحل الكافرين أمهلهم رويدا فإن الأمر سينقضي قريبا أمهلهم رويدا أمهلهم قليلا رويدا قليلا فمحل الكافرين أعطهم فرصة وإنما تأتي الآية تتحدث عن إعطاء الكافرين فرصة لا لأنهم يستحقونها إنما الظروف الموضوعية تملي على المؤمنين أن يصبروا فحينما يصبرون ويصابرون فإن الفرصة ستعطى للكافرين الذين توفرت لهم الظروف الموضوعية المناسبة لتطبيق برنامجهم الإبليسي لتطبيق كيدهم وحيلهم وضلالهم إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمحل الكافرين أمهلهم رويدا ماذا يقول تفسيرهم وتأويلهم لقرآنهم صلوات الله عليهم أقرأ عليكم من تفسير القمي من الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل ماذا جاء في رواياتهم وأحاديثهم الشريفة قلت إنهم يكيدون كيدا من الذي يقول قلت إنه أبو بصير يقول للإمام المعصوم متسائلا عن معنى هذه الآية قلت إنهم يكيدون كيدا قال 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 الإمام المعصوم صلوات الله عليه قال كادوا رسول الله وكادوا عليا وكادوا فاطما لماذا ذكر الإمام المعصوم الأسماء الثلاثة لأنهم أئمة الأئمة فإذا كادوا أئمة الأئمة كادوا الأئمة الباقي قلت أبو بصير يقول للإمام إنهم يكيدون كيدا قال الإمام صلوات الله عليه كادوا رسول الله وكادوا عليا وكادوا فاطما إنه البرنامج الإبليسي الذي طبق عبر الصحيفة المشؤومة حيث قتل أصحابها رسول الله حينما سمموه في بيته وكادوا عليا وكادوا فاطما ببرنامج السقيفة بني ساعد إنهم يكيدون كيدا فقال الله يا محمد إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمحل الكافرين يا محمد أمهلهم أمهلهم رويدا أمهلهم رويدا لوقت بعث القائم فينتقم لي ينتقم لله فينتقم لي من الجبارين والطواغيت من قريش وبني أمية وسائر الناس الآيات واضحة والتأويل والتفسير جاء بنحو بين سلس مشرخ قلت إنهم يكيدون كيدا قال الإمام كادوا رسول الله وكادوا عليا وكادوا فاطمة قتلوا رسول الله وقتلوا عليا وقتلوا فاطمة فقال الله يا محمد إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين يا محمد أمهلهم رويدا لوقت بعث القائم فينتقم لي من الجبارين والطواغيت من قريش وبني أمية وسائر الناس نذهب إلى فاصل من حديث طويل رواه أبو بصير عن إمامنا أبي جعفر الباطر صلوات الله وسلامه عليه جاء فيه خروج السفياني واليماني واليماني والخراساني في سنة واحدة وفي شهر واحد في يوم واحد ونظام كنظام الخرس يتبع بعضه بعضا فيكون البأس من كل وجه ويل لمن ناواه وليس وليس في الرايات أهدى من راية اليماني هي راية هدى لأنه يدعو إلى صاحبكم فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم وإذا خرج اليماني فانهض إليه فإن رايته راية هدى ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه فمن فعل فهو من أهل النار لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم برنامج الإلهاء بالتكاثر قد يكون بظاهره دينيا مثلا هذه الاجتماعات الكبيرة لقراءة القرآن وفقا لمذاق النواصب بحسب الظاهر يجتمع الناس في الصحن الحسيني في الصحن العلوي أو في أي مكان آخر في المساجد في الحسينيات وحتى في البيوت يجتمعون وكل شخص بين يديه مصحف ويتعلمون القرآن أو يتلون القرآن وفقا للقراءات الناصبية ووفقا لقواعد التجويد الناصبي يقلدون النواصب في كل ذلك وليس هناك من أثر لعلي وآل علي في هذه المجالس يتكاثرون القراء فيما بينهم فهذا يكاثر هذا فيما يأخذه عن النواصب والمؤسسات التي تسمى بالمؤسسات القرآنية تتكاثر فيما بينها فيما يدعون من القراء النواصبي ومن المتحدثين النواصبي عن القرآن تتكاثر المؤسسات فيما بينها فيما يجلبون من هؤلاء وحينما يقدمون البرامج في الفضائيات يتكاثرون فيما بينهم فيما يظهرونه من ثقافتهم الناصبية فيما يرتبط بالقرآن وليس هناك من أثر لثقافة القرآنية الغديرية لماذا؟ لأن حوزة النجف نقضت بيعة الغدير ولأن العتبة الحسينية وسائر العتبات قد نقضت بيعة الغدير ولأن أصحاب العمائم قد نقضوا بيعة الغدير ولأن هؤلاء الذين يقلدون النواصب في قراءة القرآن قد نقضوا بيعة الغدير فليس هناك من أثر لبيعة الغدير نعم في اليوم الثامن عشر من شهر ذي الحجة يقيمون الاحتفالات إنه إيمان على مستوى القول على مستوى الفعل فهم كافرون ببيعة الغدير والقرآن لا قيمة له من دون بيعة الغدير وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ما هو القرآن جزء من هذه الرسالة القرآن لا يمثل الرسالة كلها القرآن جزء من النبوة والنبوة جزء من الرسالة فالقرآن جزء جزء وإن لم تفعل فما بلغت رسالة الذي يظهر من هذه المجالس من أنها مجالس دينية مجالس قرآنية ويتأخذ الشيعة بعيدا عن إمام زمانها الذي يأخذكم إلى إمام زمانكم القرآن الذي يفسر في قناة القمر فقط تريدون أن تكتشفوا صدق مقالي قارنوا بين الثقافة القرآنية التي تعرض في قناة القمر وبين الثقافة القرآنية التي تتحدث عنها حوزة النجف وكربل بمراجعه بتفاسيره بعمائمه بخطبائه بفضائياته بقرائه ببرامجهم بكل شيء يصدر عنه قارنوا وحكموا ولكن إذا ما حكمتم فحكموا بوجدان وحكموا بإنصاف فهذا الإلهاء وهذا التكاثر هو جزء من البرنامج الإبليسي ومن المكيدة الناصبية المكيدة الناصبية في سقيفة بني ساعد بالنسبة لنا لا تؤثر فينا كثيرا بشكل مباشر تؤثر فينا بشكل غير مباشر مشكلتنا في سقيفة بني طوسي هذه السقيفة الناصبية القذرة هي التي دمرت ديننا ودمرت تشيعنا وجعلتنا في حالة جفاء مستمر مع إمام زماننا هذه هي الحقيقة من الآخر من دون رتوش ومن دون مجاملات إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمحل الكافرين أمهلهم رويدا نجاتنا عند إمام زماننا أكان ذلك في زمان الغيبة أم كان ذلك في زمان الظهور وقت الحلقة انتهى وها أني قد قدمت لكم الطبق الثالث إنه طبق الحلوى البديعة إنها الحقيقة مرة في مذاقها لكنها حلوة في عاقبتها نلتقي غدا إن شاء الله تعالى أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر